من المبكر جدا الإعلان عن حالة طوارئ عالمية بشأن فيروس كورونا الجديد هذا ما قالته منظمة الصحة العالمية في أعقاب اجتماع لجنة الطوارئ حول الفيروس الغامض الذي ظهر في الصين وسجل حالة إصابة به في العديد من الدول الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية قال إنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر خارج الصين موضحا أن تقييم المنظمة هو أن تفشي المرض يمثل حالة طوارئ داخل الصين لا تخطئوا فالأمر يتعلق بحالة طوارئ في الصين وفي الوقت الراهن لا يمكن إعلان حالة طوارئ صحية عالمية وتعمل السلطات الصينية على احتواء تفشي الفيروس الجديدة عبر فرض إجراءات صارمة إذا تم فرض الحجر الصحي في مدينة وهان مصدر المرض بالإضافة إلى مدينتين مجاورتين وإلغاء الرحلات البرية والجوية القادمة منها كما أعلنت بكين إلغاء الاحتفالات الشعبية المرتقبة بمناسبة رأس السنة الصينية إذ تخشى السلطات من تعطيل جهود احتواء الفيروس مع بدء ملايين الصينيين السفر عبر ربوع البلاد لإحياء عيد الربيع التقليدية وعلى المستوى الدولي تم تعميم إجراءات المراقبة الصحية في مطارات آسيوية عدة فضلا عن الإمارات والمملكة المتحدة ونيجيريا وإيطاليا تدابير وقائية تروم الحد من اتساع نطاق الإصابة بالفيروس الذي تؤكد المعطيات الأولية أنه قادر على التحول والتسبب في أمراض خطيرة كمتلازمة لالتهابة التنفسية الصارس شكرا